سلمة التحدي والإرادة هو هزيمة أي مرض فكيف إذا كان مرض السرطان بدأ الشهر الوردي وبدأت معه حملة التوعية الكبيرة اللي بتقوم سنوياً لأهمية الكشف المبكر عن السرطان يعني بعتقد سنوياً تختلف الأحصائيات مع أهمية الكشف المبكر من خلال حملات التوعية عبر وسائل الإعلام عبر جميع المحطات المرئية والمكتوبة اليوم رح نحكي أكتر عن الشهر الوردي الأنشطة اللي بنسلط عليها الضوء مش فقط خلال العام سنوياً كمان في شهر عم يكون بجميع المحافظات هاي الحملة لنحكي أكتر عنها معنا عضو اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان أخصائية الأورام الدكتورة مها مناشي سعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الخير سوريا وصباح الخير لكل السيدات ورح نضيف السنة كمان الرجال لأنه وصار فيه نسبة إصابة للرجال وبنقول أهلا وسهلا فيكم بالشهر الإنقاذ الإنساني الشهر الوردي أكيد دي سعد صباحك دكتورة مها يعني كل سنة بيكون إلنا هيك محطة خاصة ما حضرتك بهذا الشهر الوردي مساحة كبيرة من التوعية وإن شاء الله نكون سنة عن سنة عم نحصد نتائج متميزة ومختلفة عن السنوات السابقة خلينا نبلش ونحكي أهمية الفحص المبكر لسرطان استدي باعتباره ممكن يكون شيء كتير مهم لأنه سيدات تشفى باكرة صحيح هذا موضوع الكشف المبكر كتير مهم إذا عطينا نسب إحصائية قبل الأربعين واحدة من تقريبا 2500 مرأة وصاب بعد الأربعين باتجاه السبعين النسب بتزيد كتير واحدة بتصير واحدة من العشرين أو واحدة من أصل عشرة والنسب بالإجمال ككل هي واحدة من كل ثمان سيدات هلا ليش نحن بنختار سنة الأربعين لأنه النسب بلش أكتر مع هالعمر بدنا نقوله أنه الكشف المبكر معرفة القافة وهي صغيرة هي أكيد إنقاذ وشفاء هذا مو حكي وشهر التوعية هو لنوصل هالرسالة كل سنة للسيدات لا تخافوا الكشف المبكر الحقيقة هو بداية حياة جديدة وشفاء لما يكون عندها الثقة والإيمان بتنقلها السيدة لعائلتها وكل معارفة وأنا برأيي مع الوقت مع اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان اللي توعنا بالسرطان من الألف إلى الباق من الكشف المبكر للوقاية لأنقاص معدلات الوفيات والإصابات مع الحملات التوعية المتكررة يجوز السنة ما قدرنا بسبب الكورونا بس نحن واثقين أنه إلى الأمام رح ناخد سيدات أكبر هذه السنة أخدنا 38 ألف سيدة يعني رقم كبير وبدي أقول أن الأرياف شاركت برقم كتير مهم من سيدات الأرياف نحن نحكي تحت الهواء الدكتورة قديش مهم حملات التوعية يعني قديش مهم اليوم عبر وسائل الإعلام عم نحاول نركز بشكل كتير كبير عبر جميع المحطات فينا نقول إن كان مكتوبة أو مرئية أو عبر الإزاعات لأهمية الوعي بهذا المرض والكشف المبكر قلنا هي السنة ما فيه إحصائيات بسبب الظروف الصحية بس إذا بنا نرجع بما أنه حضرتك عضو باللجنة لسنوات السابقة قديش اختلف معكم حتى الإصابة يعني لما نقول فيه إصابات كانت إضافية بس نشفت يعني فيه تراجع بالأرقام من خلال الكشف المبكر عن السرطان زكرت عدة نقاط مع بعضها بل بدي أقوله إنه الكشف المبكر يعني هي السيدة بتجي ما عندها عرض عشوائية بتختلف من السيدة اللي حاسة بكتلة أو تبدلة طواما فالكشف المبكر هو موجه للسيدات والرجال اللي بالأصل ما بيعرفوا أي عرض عندهم هلأ مع الحملة 2019 اللي صارت رقم كبير من السيدات راجعنا ومثل ما قلنا من سيدات الأرياف اللي كان بالأصل نحن نقول عندهم نسبة الوعي أقل هلأ كشفنا تقريبا 700 حالة كانت مشتبهة الحالات الأقل هن اللي كان فيه إصابة نسبنا في سوريا هي مثل النسب العالمية ما أنا أعلى من النسب العالمية بس كشفنا إصابات كتير بحجم صغير نص صانتي ولصانتي هدول بالطب نسب الشفاء فيهن ما بدي قول مية بالمية بتقولوا الأطباء عمت يزاودوا بس الحقيقة نسبة الشفاء فيهن فوق الخمسة وتسعين بالمية فتخيلي أنا سميته فعلا شهر الانقاذ لأن كم سيدة تم انقاذها وأنا برأي مع الوقت كل ما زادوا عدد السيدات وبنعمل إحصاء رح نكون أكثر ثقة أكثر إيمان وأكثر تحدي لما تجي هالسيدات بتقول نحن من حملات الكشف المبكر طبنة يعني هذا بعزز أهداف الحملة عابع مستوى سوريا ومستوى العالم حقيقة الكشف المبكر لما بنقول شفاء يعني شفاء وبرد بقول الكشف المبكر هو للسيدات الما عندن عرض يعني نحن كشفنا لسه قبل ما بتحس يعني بتكون الكتلة كتير صغيرة وكتير طبيعية يعني كأنك عم تشيلي وحمة وخلصنا فهذا الهدف النبيل بنحب هالفكرة توصل لكل السيدات ويتشجعوا بكل ثقة وإيمان وما يقولوا ها هلأ كشفوا لنا الأطباء مشكلة ما بدي يروح الدكتور بصير بقى بدوا ياخد خزعات وبدي يصير أخد معالجات هالتفكير السلبي هو تفكير غلط لأنه حقيقة القافة كل ما كانت صغيرة كل ما حملت مع شفاء وحياة وعائلة وام سالمة فوق راس عيلتها موظفي عم تتابع عمله استاذ الجامعة عم تمارس مهنته يعني رد نقول شفاء وحياة أكيد يعني دكتورة ماها كمان بعض المفاهيم الاجتماعية بيكون في عنكم بهذا الشهر ضخ كتير كبير من المعلومات على كل السيدات اللي بيكونوا بتيجي على المراكز لعنكم لتغضع للكشف المكتر صحي أدي عم تشوفي فيه اختلاف بالمفاهيم الاجتماعية أدي بلش شوي بعض المفاهيم القديمة اللي كنا نسمع عنا هداك المرض لأ ما تروحي لأ بكرة ممكن يحقوا على عيلتك من هاي القصص لأ بخاف أدي صار فيه تراجع بهذا الشيء بعض المفاهيم يعني الحقيقة رح تتفاجأ يقدي فرق صفرق كنا من زمان وقت نعمل حملة التوعية تيجي السيدة بالسرق خايفة يعني عش صحيد الفردي أو يعني قبل ما تاخد هالانتشار حملات التوعية بهالشيوع هديك السنة واللي قبلها يعني باهتمام ورعاية كبيرة من السيدة الأولى يعني هلأ صرنا نلاقي السيدات يجوا كل واحدة يجايب مع تلتهم وكوكبتهم من سيدات الحارة لمنطقة الرفقة الجيران هذا بيعطيك قد تغير الوعي وأحياناً بتلاقي تباش اختلفت صحيح؟ اختلفت ولما بتلاقي كتلة وطابت أو أنه يلا هاي ببدايتها في نساء زلغطوا يعني طريقة التعبير عن الفرح وحب نشر المعرفة أكيد كتير فرق اختلفت السيدة من سيدة مخباية لسيدة تتحدى وواضحة وحابة طيب يعني عرفت علي شلون فأكيد عم نلاقي فروق وأكيد حملات التوعية إلى دور كبير بهالموضوع وأكيد الكشف المبكر عم سرطان سدي خلينا نحكي ممكن بكتبلها لسيدة حياة جديدة فكتابة حياة جديدة هي بإيد المرأة من خلال التوجه بشكل دوري للكشف والوقاية من هيدا المرض خلينا نحكي عن المراكز المعنية لأنه سنوياً عم نشوف في توسع بدائرة المراكز عم تحاول تشمل جميع المناطق في المحافظات في الأرياف سابقاً ما عم نشوف هيدا العدد عم نشوف بشكل توسع دائم المراكز المعنية بيئة المحافظات هلا مثل ما حضرتك قلت نحن في توسع دائماً بدنا نعتذر شوي السنة بسبب ظروف الكورونا بس إجمالاً مراكز وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مفتوحة بكل المحافظات مثلاً بدمشق مشفل بيروني بيعملها كلها مجاناً عندك مشفل ابن النفيس مشفل زهراوي بحمص المشفل الباسل بالعادئية مشفل تشرين الجامعي بالمشفل وطني بحمل مشفل وطني بالسويدة في مراكز كبيرة تتلقى كلها السيدات ومجاناً بشان نضل الحملة بهدف النبيل ما بتواف طبعاً بدنا ننظم الدور بدنا ناخد مواعيب بتعرفي إلى إجراءات الوقاية والتعقيم وين ما بنروح كماماتنا معنا هلا مشايفة كمامتي والمعقم تبعي بشان ما أنه خلصنا منه نحطيناهن عجلنا بشان اللقاء وين ما بنروح أثاليب الوقاية الأولية من كل شي موجودة معنا والسيدات أكيد بيلتزموا بهالشي والمراكز كلها متوفرة مجاناً لأن الهدف النبيل لا يتوقف صحة تكي تهمنا هاي لكل السيدات يعني ومن القلب دكتورة مها يعني كل سنة بيكون في عنكم حملة مثل ما حكينا توعية ومراكز موجودة حضرتك ذكرتي هلأ المراكز الموجودة فيها ضمن طبعاً رح يكون جدول وتنظيم معين طيب الناس اللي بده تعرف وخصوصاً نحن هلأ لساتنا ببداية الشهر الوردي رغم كورونا كيف ممكن الإجراءات لهي تتوجه السيدة للمشافي هل في أوقات معينة عم تعلنوا عنا مثلاً على صفحاتكم عمواقع تواصل اجتماعي أو شو هي الحقيقة مثل ما قالنا هالمراكز تعرفين لجنة الوطنية للتحكم بالسرطان حطت منتاج صغير على التلفزيون بكل المحطات قديش شو هدف الحملة وانه سيدة من كل ثمان سيديات وصاب الكشف المبكر إنقاذ وحطوا أسماء المراكز هلأ انت ما راحوا بدوام الدولة من الثمانية ومس ثمانية للوحدة لكل متواجد قسم الجراحة قسم السرطان حسب هل هو مركز أم عيادة أم شعبة ضمن مشفى وين ما راحت السيدة الكل يعنى بها مثل ما قالنا هو هدف مقدس ونبيل ما حدا أبدا حيوقف قدام الكشف المبكر راح تلاقي الكل متعاون تراجع لإدارة إذا صار أي خلال أحيانا بتصير خلال يعني دور امتظار شغلات كله بيتسهل لأنه مثل ما قالنا كلياتنا نعنى لتحقيق هذا هدف النبيل للسيدات يمكن في كثير من الحالات بيكون في عندهم حالات بالعيلة بيخافوا يتوجهوا للمراكز ويعملوا كشف مبكر قداش مهم يفي حالات ضمن العائلة توجه لو كان بعمر صغير يعني نحنا ذكرنا بالأربعين إذا كان في حالة للأم أو لحدها من الأقرباء يجب التوجه لو كان بعمر الصغير أصغر سنة صحيح لفت انتباه لموضوع كتير مهم في فرق بين القصة العائلية والقصة الوراثية في فرق اتنين منيح يعني القصة الوراثية المثبتة هي 10% تقريبا لأن بيكون فيها طفرة الجينة فنحنا لما بنلاقي بالعيلة كتير إصابات العمات الخالات البنات هدول بنقول عنها القصة عائلية بس لنسبة الوراثية لازم نعمل هاي الطفرة وقت بتكون الطفرة إيجابية بتصير الأساليب المراقبة والمتابعة أقوى بتصير مثلا كل 6 شهور بعمر أبكر من الخمسة نعتبر أمتى العمر الأبكر اللي صار فيه سرطان أصغر عمر بنبدأ منه من العائلة وفيه بقى نصائح تبع تفريغ السدي أو إجراء رنين بشكل دوري يعني مثل ما عملت أنجلينا جولي أما القصص العائلية اللي هي مانا وراسية كمان بتاخد نفس الشدة من الاهتمام بس ما بيصير فيها بقى نصائح مثل تفريغ السدي ما بيكون كتير إصطباب إلا إذا الرغبة من السيدة أبدتها يعني فالقصص العائلية غير القصص الوراثية ومتل ما تفضلتي أكيد بنبدأ بعمر أبكر من أبكر عمر عندهم إصابات بالعائلة هلأ وسطين بنبدأ من ثلاثين خمسة وثلاثين نعم كمان دكتورة خلينا نتوجه بنصائح لغير السيدات أو الصبايا اللي ممكن يكون عندهم شي وراسي أو شي عائلي صبية عادية بأي عمر لازم بلش أنا أعمل إجراء فحص حتى بالبيت في إجراءات دائما أنتوا كنتوا ترجدوا وتحكوا عنا اللي هي الكشف المنزلي اللي ممكن تعملوا أي صبية شو المؤشرات اللي بتدفعنا اليوم لحتى نحنا نبلش نعمل فحص بعدين نتجه للفحص بالمشفى أو بالعيادة شكرا هلأ سؤالك إلو شقين شو بنعمل بالأول شو الإجراءات الروتينية وشو الأعراض والمظاهر السريرية هلأ من سن العشرين تبدأ الصبية تتعلم تفحص حالها من سن العشرين باليوم الخامس السابع للدورة السيئة الصبية بدأ تتعلم تفحص حالها تتأمل السدي تتعلم تجسل السدي بشكل دائري أو أفقي حول الحلمة المنظر الحجوم اللون تتعلم تعرف حالها شو هي مشان لما يصير أي تبدل هي ضغري بتلاحظه بس عم نشوف كمان بأعمار صغيرة مش فقط ولذلك بالوقت يعني بالعشر السنوات الأخيرة في أعمار وصدفنا سيدات بسبعة وعشرين وستو عشرين ولذلك قلنا من عمر العشرين بتبلش كل شهر كل شهر السيدة تفحص حالها أو الصبية مراجعة الطبيب الدورية بهالعمر من العشرين للأربعين كل سنتين تمام؟ إذا لاحظ الطبيب أو هي لاحظة أي شيء بنبلش نعمل فهي الإجراء فوق الأربعين المامو جرام سنوي فالكشف المبكر يتضمن الفحص الزاتي الشهري وإذا كانت المرأة حامل ما بتطف الدور بتضل بتفحص على كل شهر بنفس الوقت وبعد سن الياس وقت ما بيكون في دورة كمان تعتبر أول شهر هو يوم اللي بتفحص السدي فيه بس بعد الأربعين متل ما قلنا لازم سنويا عند الدكتور بين العشرين والأربعين كل سنتين أو ثلاثة حسب الظروف السيدة طبعا الأعراض متل ما بنقول هي أعراض ممكن تلاقي تبدل بالحجم نز بالحمل حلمة انكماش بالحلمة بترجع لورا طبعا انكماش الحلمة هي غير الحلمة الغائرة اللي بتتواجد فيزيولوجيا عند الستات بشان ما يرتعبوا تبدل اللون النز عقدة تحت القبط علامة قشو البرتقال في عدة علامات بتلاحظها السيدة وهي دي لازم حكما تدفعها لتراجع الطبيب بس بنقول نحن إلى كل السيدات الكشف المبكر نتمنى كل السيدات تعمل كشف مبكر لك ما حتى توصل لها المرحلة صحي تمام فهذا هو الكشف المبكر هلأ شو بيعمل الطبيب حسب الفحص بدنا نقول كمان نتمنى السيدات انه فوق الـ 80% من إصابات السد هي غير ورامية فمو انه يعني اذا في مشكلة بخاف لا 80% من الإصابات الموجودة هي إصابات سليمة غدية وكيسات، التهابات، خراجات أو ورام شحمة فمو يعني كل تبدل هو مرض لأغلب هو مانو مرض بس نحن يعني متل ما بنقول الوقاية من الشغلات اللي بتخوفنا بدنا نحولها لشغلات انه ما بتخوفنا لأنه نحن بنقدر نتحداها ونطيب لما نعرفه ونكشفها أكيد دكتور ربنا نتمنى الصحة والسلامة لجميع السيدات اللي عم تابعونا أو إن شاء الله يا رب ما حدا ينصاب بس كتير مهم الكشف المبكر مثل ما قلت يعني في شفاء بدرجات عالية لما يتم الكشفها أكيد عن السرطان بشكل باكر بدنا نقل لك شكرا كتير إليك بفتنة دكتورة شكرا لصباحنا غير والصحة والعافية لكل سوريا شكرا إليك دكتورة مهو شكرا إليك شكرا إليك دكتورة مهو كل سنة نلتقي فيكي ومعك مزيد من الأخبار السارة والسيدات الناجيات والسيدات المتعافيات شكرا إليك شكرا إليك